سليم التجراي والحكومة المركزية الاثيوبية والمعركة الدائرة منذ اسبوعين تقريبا 15 يوم هناك حربة حقيقية هناك سراع مسلح هناك ازمة انسانية في منطقة شمال اثيوبيا والمعلومات التي تأتي الينا من وكالات الانباء ومن الصحفيين ضعيفة وشحيحة نظرا لانه هناك وقف كامل للانترنت في اقليم التجراي وهناك تعتيم الى حد ما على ما يدور لكن ما لدي اليوم انه الدول الاوروبية الموجودة في مجلس الامن اللي هم بلجيكا والمانيا وفرنسا واستونيا دول اربع دول افريقية اربع دول اوروبية في المجلس ومعهم بريطانيا يبقى خمس دول داخل المجلس وكان فيه طلب من احدى الدول تابعة في مجلس الامن اللي هو جزيرة اسمها جزيرة فينسنت هذه الجزيرة كانت تقدمت بطلب الى مجلس الامن لمنقشة الازمة الاثيوبية بين الحكومة الفيدرالية برئاسة ابي احمد وبين جبه التحرير التجريه يعني حد قال شكوى عايزين يتم منقشة يتم منقشة ازمة اخليم التجريه في مجلس الامن الدول الافريقية الموجودة عندنا فيه جنوب افريقيا والنيجر وتونس وهذه الجزيرة جزيرة سانت فينسن وفقه تمام هنناقش القضية الاثيوبية في مجلس الامن النهاردة ساحة اربعة بسرعة الدول الافريقية الموجودة في مجلس الامن قدموا طلب والجزيرة دي اللي اسمها سانت فينسن سحبة الطلب قالت لا مش عايزين ننقشها ليه؟ قالوا لانه اثيوبيا هتزعل طب اثيوبيا هتزعل ليه؟ قال لك مش عايزين ندول القضية طيب انتوا عملتوا ايه؟ قعدتوا مع بعض قال لك الاتحاد الافريقي هو المنوط به معالجة ومنقشة هذه الازمة طيب انتوا بقالكوا 15 يوم عملتوا ايه؟ قالوا ان الاتحاد الافريقي قام بارسال ثلاثة زعماء افريقى سابقين منهم رئيسة ليبريا ورئيس جنوب افريقيا ورئيس موزنبيق رايحين فين يعودوا مع ابي احمد لكن انا معلوماتي قبل كده ان ابي احمد قال لا يعني متشكرين ما حدش يدخل احنا خلصنا او هنخلص فالاتحاد الافريقي ارسل ثلاثة من المندبين الرؤساء السابقين لدول افريقية لم ينجح هؤلاء في الوصول او الجلوس على مائدة مفاوضات ومن ثم كان هناك طلب الى مجلس الامن ناقش الموضوع بسرعة الدول الافريقية والاتحاد الافريقي والجنوب افريقيا واثيوبيا عملوا ضغوط على المجموعة الافريقية سحبوا الطلب وتسحب الطلب بعد شوية بعد ما تسحب الطلب بسرعة لقينا فيه تحرك اوروبي كان عنيف جدا من الدول الاوروبية اللي هي بلجيكا تحديدا والمانيا وفرنسا والستونيا والمملكة المتحدة قالوا لا احنا مصرين نناقش الموضوع النهاردة الدول الافريقية قالت مش عايزين نناقشه ندي الفرصة للانتحاد الافريقي الدول الاوروبية قالت لا الانتحاد الافريقي بقاله 15 يوم لم يقوم بعمل شيء على الارض والنازحين والقتلة والمشاكل الانسانية احنا لازم نناقش الموضوع وبالفعل استطاعت الدول الاوروبية بتقودها بريطانيا وبلجيكا في اجبار اجبار مجلس الامن على الابقاء على منقشة القضية الاثيوبية بين الحكومة الفيدرالية وبين جبه التحريد التجري ده اللي انا بقوله لغاية دلوقتي يعني ممكن بعد ما خلص الحلقة يجي الانتحاد الافريقي ولا الدول الافريقية يرجعوا تاني يعني الموضوع دلوقتي عامل زي كرة المضرب رايحة وجاية الانتحاد الافريقي قال مفيش داعي نناقش القضية بلاش نحرج اثيوبيا و بلاش و سيبوا الفرصة للانتحاد الافريقي يتحرق الاوروبيين بعد ما شافوا التفاصيل قالوا لا الوضع الانساني و الوضع العسكري و الوضع الميداني بيستحق و بيحتم علينا اخلاقيا ان احنا نناقش هذا الامر لانه ما يجري فيه اقليم التجري خطر جدا 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 و نجح الجانب الاوروبي في فرض ارادته النهاردة على مجلس الامن و هيتم المناقشة حتى هذه الله